كلمة طبعاً مسيرة جداً للفضول اللي تعمل قبل الجواز قبل الجواز ده المفروض من الناس بتجهز بيت، تعمل شقة، ديكور، عفش، شبكة، فرع لا، ده ده مهمة قوي وخصوصاً أنه في حالات مرضية يا جماعة ممكن تحدث بالسبب أنه زوجين يتجوزوا فينجبوا طفل عنده هذه الحالة المرضية ونسبة إصابته عالية جداً يعني في حالة مثلاً اسمها دوشين ميوباثي الميوباثي هو مرض في العضلات بيحصل خطورته أنه مش بس العضلات بتتأثر ده لوحدها خطر طبعاً لكن كمان القلب بتأثر والعيان أو الطفل بيجوز في سن مبكر في حالة تانية أقل حدة منه اسمها بيكر ميوباثي في الحالتين الطفل بيعاقب بيبقى الطفل عنده إعاقة المشكلة دي بتحصل لو أم حاملة للجين إذا وجد أب حامل للجين بتاع المرض ممكن أطلهم الزكور يصابوا بهذه الحالة فحص ما قبل الزواجة ممكن يتفادى الأمر ده أن نحن نبلغهم والله إنتوا أولاد عامة مثلاً أو أولاد خالة أو إنتوا الاثنين في فرص إنه إنتوا تنجبوا هذا الطفل في حالة ما يستيكل سيل أنيمي خلام الدم المنجلية دي حالة خطيرة جداً في أنواع من السلسيمية خطيرة في أنواع من الأمراض الأخرى طبعاً في أمراض معادية لازم برضو إنه الأمور تبقى واضحة يعني زي مثلاً الفيروس سي زي الإيدز الإيدز مرض معادي بالجنس إذن ينبغي أن يعرف إذا كان هناك إصابة بي أبنك دا ولا لا إذن إحنا بسبب أو بصدد طرح قضية في المنتهى الأهمية على المستوى الثقافي وعلى المستوى العلم ضيفي العزيز محولي أرحب بيه هو طبعاً الاسم المتميز الأستاذ الدكتور عبد الدين كمال أستاذ أمراض الزكورة وتأخر الإنجاب الأستاذ بكلية الطب وصاحب دكتوراه في أمراض الزكورة وتأخر الإنجاب من كلية الطب جمال الخيرة أهلاً بيك دكتور عيمان أهلاً دكتور عيمان وأهلاً بالسادة المشاهدين جميعاً الموضوع دا فيه مهم جداً بس الأول متى يذهب الزكين إلى فحص ما قبل الزواج وما هي فحص ما قبل الزواج أفرص المغرب زي ما حد ذكرت الموضوع مهم جداً وموضوع خطير جداً يمكن في الفترة الأخيرة يعني بدأنا نقول الناس لازم يعملوا فحص للزواج في شهادات بتتعامل دلوقتي بس للأسف ما زالت بتتعامل بشكل روتيني قوي أنه بيروح الزوج أو الزوجة أي مكتب صح بالصور وتطمد الشهادات والتحليل عينة كده وخلص الموضوع بياخد شكلي وما هوش شكل جوهري لكن هو إحنا لو وصلنا على الموضوع دا موضوع خطير جداً ويعني هو حماية للمستقبل لنا فالقصة لازم تتاخد بالشكل عميق شوية موضوع فحوص ما قبل الزواج موضوع مهم جداً وما هي مجموعة فحوصات بتطبق للشابين المقبلين على الزواج إذا كان الولد أو البنت إحنا لو هنحطهم في مجموعات هنقول الفحوصات التي تتم لقياس القدرة الإنجابية الفحوصات التي تتم لقياس القدرة الجنسية فحوصات الأمراض التناسلية المعدية فحوصات القدرة الجسمانية العامة وفحوصات الأمراض الوراثية زي ما حركت ذكر دول خمس مجموعات اللي إحنا بندور عليهم ونتجنب أي مشكلة فيهم عشان نقدر نعالجهم وعشان من نفجأش بالمشكلة دي بعد بداية الزواج تعطل لنا منصيرة الزواج ودائما ممكن يبقى فيه مشاكل تودي إلى انهيار العلاقة الزواجية أو الزواج بسبب هذه المشكلة لو أنا هبدأ أقول الفحوصات فحوصات القدرة الإنجابية لازم إن إحنا شابين مقبلين على الزواج أكيد عايزين يتكونوا غسروا وعايزين يخلفوا طفل فلازم نشوف هل إحنا عندنا معوقات للزوج أو للزوجة ولا لا الزوج مهم جدا وتحليل بسيط جدا إن إحنا نعمله تحليل السائل المنوي من تحليل السائل المنوي أقدر أعرف فيه حيوانات منوية ما فيش حيوانات منوية حيوانات ضعيفة فيه تشوهات في عنده دوالي في الخصتين أقدر أعالج الموضوع ده بدري وبدل ما استهلك وقت بعد الزواج والموضوع يفضل كتير أول من الشباب بالصدفة عملوا تحليل لإنه فيه غياب تام للحيوانات المنوية تام يعني ما عندناش حيوانات منوية ده موضوع خطير طبعا ده لو إحنا كنا تجوزنا هنحصل المشكلة دي وممكن ما نعرفش نعالجها أو نمشي فيها فكان لازم نعرف المشكلة دي عشان يبقى الموضوع واضح من الأول الفتاة برضو نفس الأمور لو أنها إسلال قدرة الإنجابية مهمة جدا أنها تطمن على الهرمونات عندها وأنها ممكن يبقى عندها نوع من النوع التكاييس المبايد ده يبان بالأشعة التلفزيونية العادية الخارجية وتتعامل على البطن فده يقس لي المشكلة الإنجابية نجي للقدرة الجنسية وخصوصا للولاد إن إحنا ممكن في بعض الشباب يبعندهم نوع من النوع الضعف الجنسي الخلقي من الأول عنده مشكلة في الضعف الجنسي تصارب وريدي ما يدرش يبدأ علاقة زوجية مستمرة أو سليمة فلازم أشخصه بقدري وعرف الأمور هتمشي شكلها إيه عشان ما نفجأش بالمشكلة دي ونقعد نعالج الموضوع في بداية الزواج وخش في ضعف جنسي بداية الزواج أو الفشل في فض غشاء البكارة والمشاكل تتراكم أسبوع وأسبوع في الآخر بعد ما عملنا البيت وكونا أو جوزنا ينفصل أو يحصل مشكلة كبيرة بسبب الموضوع ده نقدر بقياس القدرة الجنسية إن إحنا نعمل بعض الفحوصات الجنسية إن إحنا نشوف الولد ده سليم ولا لأ عنده مشكلة في القدرة الجنسية ولا لأ المجموعة الثالثة موجودة موجودة الفحوصات لأمراض التنسلية المعطية بعض الشباب قد يكون لهم بعض العلاقات الجنسية ما قبل الزواج فدي قد تعرضه إلى بعض الأمراض المعضية وبعض الأمراض المعضية بالطبع هتنتقل للزوجة ما بعد الزواج فلازم نفحص إذا كان فيه تاريخ مراضي لبعض العلاقات لازم نفحص الأمراض التنسلية دي كويس كلها ونعمله كل التحليل بتاعت الأمراض المعضية عشان نتأكد إن إحنا ما عندناش مشكلة وخلاص القصة دي قديمة وانتهت يبدأ حياته على نور وانتهى الموضوع القديم بس هيا يعني هنا دايما نقف قدام عضية مخيفة يعني نحتاجين نحن يعني نقولها إنسان مثلا وليكن أصيب بحالة مرضية برضو دي حاجة يعني لازم نعمل لها حلقات كبيرة أو لازم يجب فيها علماء المجتمع وليكن مصاب بالإيد هل إحنا نحرمه من إنه يمارس حياته الطبيعية في إن يكون له زوج وطفل أو أبناء ما في مريض إحنا نقدر نحرمه من ذلك بس الموضوع لازم يقنن وكله شروط يعني المريض ده هل هو معضي للطرف التاني ومؤثر على الطرف التاني ولا لا تمام؟ إذا معضي على الطرف التاني يبقى أنا لازم أستخدم كل الوسائل الإحاطة والحماية للطرف التاني ولازم أتطرف التاني يكون عارف المشكلة دي وعنده علم بيها إنه من حق الزوج إنها تعرف إن هو بصور بالضبط لو الطرف التاني عارف القضية وخد احتياطاته وتقبل ذلك تمام؟ فيش مشكلة خاص موضوع طراضي بس لازم يكون على علم لكن إحنا الحاجات دي ما نكتشفهاش وتحصل منها مشاكل كتير قوي ونكتشفها بالصدفة بعدين غالبا بتبقى دايما عدم ثقة بين الزوجين إذا إنت ما قلت ليش على الموضوع دا أو إنت أكيد عارف حتى هو لو مش عارف فمهم جدا إن إحنا نشخص الموضوع دا بقى دايما الأخطر بقى الأمراض اللي هي ممكن تخلق طفل أو يعني تووجد طفل بعد حالة زواج يكون فيه مرض عنده خطير بالضبط مضوع حركة المجموعة اللي إحنا هنقول عليها بعد كده اللي هي مجموعة الأمراض الوراثية الأمراض الوراثية دي مجموعة من الأمراض بتورس عن طريق جينات معينة على كروموزومات معينة من الزوجين الموضوع بزيد قوي في زواج الأقار كتير رئيب واحد يجاوز بنت عمه بنت خاله بنت عمته وهكذا الأمراض الوراثية دايما بتبقى متنحية تحمل جينات متنحية بالضبط أو إنها مرتبطة بالكروموزومات الجنسية فدايما مع وجود طرفين من نفس العيلة جزرهم واحدة الجينات المتنحية دي تبدأ تتحد وتظهر في صورة مرضية أو لو أنا عندي الأمراض دي مرتبطة بالكروموزومات الجنسية تمام أكيد تما الكروموزومات الجنسية تيجي من نفس العيلة هيحصل أو تظهر الأمراض دي الأمراض دي غالبا مبتوبة مميتة أو دايما بتصاب الطفل بنوع من النوع العجز أو عدم الكفاءة البدنية عنده فدايما مهمة أوي إن احنا نعمل الفحوصات دي فإذا كان في حد في العيلة عندنا تاريخ مرضي للولاد اللي هم عايزين نتجاوزه وهم قريب وخلاص مصرين على هذا الموضوع وإن كان دايما السنة إن احنا نتبعد في الزواج ودايما الزواج الأقارب مواش من الحاجات المستحبة أوي لكن خلاص هم متفاهمين وخلاص مش هلنقدر نقول لهم لا بلاش هو كلام ده كله لكن قصة حب إحنا بوافقين قصة حب دي كم أنهي المعمل ودكتور الزكورة من قصص حب المتعرضة فإحنا مش هنقدر ننهي لكن هنفحص يا جماعة طبعا هنشوف العيلة فيها إيه كانت أو الله ده عندهم مرض وهن العضلات زي ما حد ده عندهم مرض هيموفيليا لا وهن العضلات ده مفوش دلعة طبعا لا استنوا يا جماعة نبدو شوف يبابلاش إن احنا أخذوا بكم بلوشين مفوش دلعة طبعا إن احنا كل العطفال اللي هتو هو ضمور العضلات لأن الوهن ما يثني بزبط يعني هو ما يضبني يعني ضمور العضلات فهي هنقول لهم لا خلوا بالكو الولاد اللي هيتويلتوا عندهم هل انتم متقبلين أكيد الموضوع مش هابقى يعني صعب يعني فلازم نشوف التاريخ المرض ونشوف الأمراض اللي موجودة في العيلة دي ونبتنفحصها المجموعة الثانية الأخيرة مجموعة الأمراض الجسمانية مش بس أنا بفحص زوجين عشان قدرة إنجابية وقدرة جنسية وأمراض وراثية لا أنا بفحص قدرة جسمانية واحدة عنده سكر وميعرفش إزاي الده هيتحمل أسرة وكفاءة واحدة عنده مشاكل في القلب عنده صعيب في الصمامات واحدة عندها عيب في الصمامات زي هتحمل وتلد بعد كده ما أنا لازم أعرف الحاجات دي بادري عشان أعرف مدى كفاءة هذا الشخص إنه يتحمل مسؤولية أسرة سواء الزوج أو الزوجة وقدرة على إن هي تحمل وتلد وتربي أطفال موجودة لا عندها مشاكل في الكلا عندها مشاكل في الكبد كل ده برضو مهم ده يدخل تحت الفحوص ما قبل الزواج أنا بهيئ بالظبط اتنين ليه بداية حياة جديدة فده تشك زي ما بعمل تشك في وظيفة فما بالك بتشك في بداية الزواج مهم جدا ولازم ما تديله أهميته بشكل كبير أوي لأنه هو بيترتب عليه حياة طويلة أوي بعد كده الفحص النفسي بتاعلي مهم جدا برضو طبعا الأمراض النفسية طبعا ممكن نلاقي أن أحدهم عنده حالة نفسية طبعا ده فحص النفسي مهم بس الأسف إحنا في المجتمعات بتاعتنا يعني بتجاهل هزيل الشاب لكن هو شقي مهم جدا والقدرة أو الكفاءة النفسية أن الشخص ده عنده لهم من أنواع أنه يقدر يتحمل هو ممكن يكون ولد قويس لكن يما يتحطي تحت ضغط مع ضغط أسري تبدأ تزغى علامات الاطرابات النفسية عليه يتوتر أكتر يكتائب يحصل له مشكلة مش متحمل زوجته أو هي مش متحملة جزة أو خناءات تبدأ ويحصل الكلام ويمكن معظم الانفصال أو المشاكل اللي هي الزوجية بتحصل جز كبير منها بسبب اختلال القدرة النفسية يعني مش اختلال يعني مرض لكن اختلال عدم قدرة على التحمل أنا يما حطيته في استرس واختبار نفسي بدأت تظهر الحاجات دي عليه لكن هو إما كان عندهش مسؤولية وما فيش مشاكل كان عايش كويس جدا فمهم جدا أن احنا نختبر برضو هذا الشق أو هذه الجزئية عشان نحدد قدرة الشخص ده على الاهتمال موجودة ولا لا الناس تفهم من كلامنا أعتقد بعض الناس هتفهموا أنه هذا الكلام للقرايب عشان قلنا القرايب هل بس الفحص لا طبعا الفحص ما قبل الزواج مش بس القرايب هو للقرايب يمكن بنركز على الأمراض اللي هي الوراثية فبنقول القرايب بالذات نهتم بالفحص الوراثي لكن الفحص ده لكل الناس اللي هي مقبلة على زواج فحص قدرة إنجابية فحص قدرة جنسية فحص أمراض جثمانية عامة فحص ضغوط نفسية كل ده مهم جدا لأي واحد مقبل على الزواج فلازم نعمله بشكل مهم جدا وبشكل جوهري بلاش نروح نعمل الورقة ونملاها ونروح نسلمها والمازون ياخد الورقة والبتاع دي ويمدل أسيمة وخلص الموضوع لكن في نقطة مهمة جدا يمكن احنا بنشوفها في الفترة دي وانا عايز نوه لها إن أحيانا بيطلب من بعض الشباب إنه يعمل تحليل سائل منو كتير من الشباب ما يعرفش يعمل أو يجيب عينة سائل منو طبيعي يعني هي ما هواش عيب فيه بس هو ما تعودش على ممارسة عادة سرية تخليه يجيب عينة سائل منو وبيفضله لا إنت لو ما جيبتش يمكن بعض الفصائل أو بعض الكنائس بتصرع الفحوص دي وده حاجة كويسة جدا إنه هما بيهتموا بالموضوع لأنه يمكن موضوع الانفصال عندهم صعب جدا فدايما بيركز إنه يعمل فحوصات وده حاجة جيدة جدا بصراحة لكن إحنا عايزين نقول لهم خلوا بالكو لإن أنا شفت كذا حالة ولد طلب منه إنه يعمل تحليل سائل ما أنا وهو مش عارف يحاول مرة واثنين وثلاثة واربعة وخلاص بيحب البنته وعايز يتجاوزه واتفقه ووقف الموضوع عشان الولد ده مش قادر يكيب عينة فما يجي لي أنا كتبت له التقرير مثلا وروح أقول لهم والله أن أنا بالفحص الخارجي الولد ده سليم ما عندوش أي حاجة عضوية وعملنا له كمان تحليل هرمونات عشان نتطمن لكن معلش يا جماعة التحليل ده مش هيعرف يجيبه هو مش بتعود وممكن نقعد على هذا الوضع شهور أو سنين فمعلش أنتو هتعطلوه على الفضل فلازم نخلي بالنا إن إحنا في بعض الناس أو الشباب ما يعرفوش يجيبوا عينة سائل مرة وعشان أعمل لهم تحليل ما قبل الزواج لازم أقدر الموضوع ده ولازم أستشير في الطبيب لو هو أداني فكرة إن الولد ده سليم خارجيا وما فيش مشكلة والهرمونات ممكن والهرمونات تدي خلفية برضو نقدر نقول والله الولد ده غالبا كويس يا جماعة فما فيش مشكلة لأنه هو بالطريقة دي مش هيجيب عينة فبلاش إن أنا وقفه وإن حطوه العودة في المنشار وقف الموضوع على هذا النقط لكن المفروض معظم الناس بيقدروا يجيبوا العينة ويعملوا التحليل ده ضايق العزيز الاسم المتميز الأستاذ دكتور عمال الدين كمال أستاذ أمراض الزكورة وتأخره إنجام الأستاذ بكلية طب وصاحب دكتوراه أمراض الزكورة وتأخره إنجام من كلية طب جامعة غيرا كان ضايفي فيه واحدة من أهم حلقتنا على الإطلاق فحوصات ما قبل الزواج حلقة متفردة حلقة مهمة للمجتمع العربي كله أعتقد لازم يستمعوا لها بشكل مبدأ نورتنا يا فهد شكرا مترايب شكرا هل يبقى دايما مع الناس الحب إيه أحسن نوع مسكن عشان أنا تعبين أجماع غلط غلط فكرة المسكنات دي مدمرة للكلا أنا بخبرتي ببقى عارفة السنة دي البرد ده كتير عليها هيبقى قربنا للعصب ولا لأ دي خبرة أيوة قربنا يبقى هعملها على الجزور قبل ما همد إيدي أصلا في الفينير أو كان الفينير ولا كان عارفة بص بقامت في الأقصاص حمادى اللول ده وبص في التربوش اللي وقعها هتلاقي سنة كلها وقع فيه